موسيقى افيسوس ذكرت انه دمرت لانه كانت قريبة عند الميناء لسببين السبب الاول بسبب الرواسب والطين والطمئ اللي كان بينزل من نهر كيستر اللي بيجي من الشمال الى مدخل المدينة وهذا سبب تراجع في البحر في بحر ايجية وايضا الزلازل اللي حدست فوصل لوضع انه راح تكلف مبالغ كبيرة للرومان فاضطرت الناس انه تترك المنطقة وجاءت سكنت في هذا المكان اللي هو اصلا كان افيسوس القديم اللي جاءوا المستوطنين الاوائل الحثيين القدماء سكنوا في هذا المكان سنة 1300 قبل الميلاد بعدها جاء الاثنيون الف سن قبل الميلاد وبعد الاثنيون يعني اليونانيين من جماعة اخرى الليديون او الليديين سكنوا ثم جاء الفرس واخدوا المنطقة ثم الاسكندر الاكبر لكن في ايامه طورت وبني معابد وهياكل ايضا ونشر الحضارة الهلينية والفلسفة اليونانية واللغة اليونانية ايضا بعدها جاء الرومان واصبحت مدينة رومانية واصبحت افيسوس عاصمة الرومان في اسيا الصغرى وتعداد سكانها 300 الف نسمة واصبحت المدينة الادارية المدنية السياسية ايضا المدينة التجارية وايضا الدينية لانه كان في معابد كثيرة منها معابد ارطميس ومعابد اخرى كانت منتشرة اللي انتشرت فيها الاباحية من زنا وعهارة وبنات مكرسات يقدمنا اجسادهن كجزء من عبادي في هذه الهياكل موسيقى موسيقى موسيقى